وارجعنا لكم مع فن وندسة والفقرة الفنية اللي حنقش فيها مبارتين مش مباراة النهاردة أو يعني فكرتين عن مبارتين اللي عبناهم في ما بين الحلقة اللي فاتت والحلقة بتاعت النهاردة هي مباراة الأولى كتمام البنك الأهلي مباراة النهاردة للحمد لله أعودنا تاني لسكرة الانتصالات بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف أعتقد أن المباراة النهاردة خليفة فيها بعض الاختلافات شوية خلينا نبدأ بقى بالعدات برضو هذه كانت مباراة الخامسة والسادسة من إقاف شكبالة من ثمانة مباريات بدون واجحة موضوع بشكل دي يا خليف حتى وانا بتكلم معك وبتحك دولا دي فجأة بقى الكوميديا سوداء يعني أقصى حاجة إقافوا مؤثر جداً فنياً للزمان على فكرة يعني الموضوع الناس بتتعامل معانا أنا أه أنا بعترف فانا كنت مش حاول بتتعامل شكبالة بقى أهلي أهميته بس كنت حسنا عندنا بدائل وكذا بس لا يا جماعة هو الدنيا مجانية معاك وليه كده يعني يعني الدنيا فيه سهولة وتوزيع إحنا زي ما رجعنا قلنا يتفرج دمال زي الكاس كده دمه بين القبائل برضو إحنا محدش عارف مين اللي بياخدوا القرار دلوقتي مرة ربطة مرة اتحاد مرة يعني موضوع مستفز مرة أقولك ما وصلش التظلم للمستشر عادل الشرباجي قصص يعني مستفزة ولا طليق بمسابقة أنتو بتقولوا أننا عايزين نطور منها بمسابقة محترفة فعلا فيه حاجات تحركات كويسة تم تكمل القصة دي على مستوى حاجة زي كده يعني أخي رد اطلع رد حتى هو أستاذ أحمد جات فيه اختفى لا مشغول وكان عادل عكتين مشغول فيهم وعلى المخالفات الماليج الكبيرة اللي موجودة وتحييات والتانية بقى كانت حفلة النهاردة اللي افتتاح المقر الجديد والكلام ده كله بس ده مش عارف ده يشغله ازاي عن قضية زي إقاف لعب زي ما قلنا كده بدون واجه حق بدون تحقيق ومسابقة الرئيسية المسابقة الأخضب في مصر يلي كاس مصري اللي محدش برضو بيرد علينا على معاد اللي لعبنا فيها فيه فريق وصل قبل النهائي فيه فريقين وصلوا قبل النهائي ثلاث فرق يا ربي ده ثلاث فرق وصلوا قبل النهائي الزمالك أسوان بوترجت في انتظار الفريق الرابع للوصول قبل النهائي وهو تقريبا هي بقى الفريق الرابع من يوصل من الأهلي والبيرامدز هي هذه المشكلة تقريبا الأهلي والبيرامدز مين فيهم يوصل هي دي المشكلة اللي معطل الدنيا الموضوع بقى خارج عن يعني احنا دعوا نشوفنا حازم النهاردة مفيد مفيد فعلا حازم النهاردة مفيد كان حتى حالته الفني أفضل المسلوس النهاردة فليه ما يلعبش اللعيب اللي بت في الموضوع إحنا مش حتى خلص عندك دلوقتي لجنة تظلمات امشي أخي بالطريقة القنونية انت كده بقى الموضوع عند وخلاص وانت مستغل من النادي الزمالك يعني في الموضوع الإداري بقى صعب عندنا حاليا نعم مش عارفين رايح فين وجاي منين دلوقتي وبقى لنا فترة طويلة في الوضع ده فما ينفعش انت تلعب عن طوضة دي أو سيد أحمد ومحتاجين رد من سيادتك يعني يعني أبسط حاجة يعني انت قالي أعتقد الرد ده أبسط مثال أو أبسط تقصدي طلب ممكن يطلب ترد على التظلم من النادي الزمالك وقوم بوجبك ببساطة كده عشان خطر ما نطولش في الموضوع بس لازم تقوم بوجبك عشان يعني الموضوع فاقى الحدود وخلاص عدينا هو ست مبريات وداخلين في فترة التواقف ومن حق اللعب ان هو يبعارف وضعه يعني مش معقول والنادي يبعارف وضعه والتدريبات والمدير الفني يبعارف اللعب ده في حسابات ولا لكن الموضوع بقى هزلي بصراحة